أحبائي صنع المعجزات كان واحد من البراهين المهمة لإثبات رسوليتهم مثل بطرس وبولوس والرسل أنه فعلا أخذوا من روح المسيح وصدق دعوتهم مثلا خليني أقرأ من رسالة بولوس الرسول إلى أهل روميا إصحاح 15 وخليني من آية 18 لأني لا أجسر أن أتكلم عن شيء مما لم يفعله المسيح بواسطتي لأجل إطاعة الأمم بالقول والفعل بقوة لاحظ بالقول والفعل بقوة آيات وعجائب بقوة روح الله حتى أني من أورشاليم وما حولها إلى الليركيون قد أكملت التبشير بإنجيل المسيح وفي كورونتوس الثاني إذا بتلاحظوا معاي في آية شبيهة الرسول بولوس عم بدافع عن رسوليته لدعاة التهويد وعن بقول أحبائي في آية 12 إن علامات الرسول صنعت بينكم في كل صبر بآيات وعجائب وقوات وطبعا الآيات المعروفة في إنجيل مرقص إصحاح 16 بقول وهذه الآيات تتبع المؤمنين وفي عبرانيين إصحاح 2 خليني أقرأ آية 3 وآية 4 فكيف ننجو نحن إن أهملنا خلاصا هذا مقداره قد ابتدأ الرب التكلم به ثم تثبت لنا من الذين سمعوا شاهدا الله معهم بآيات وعجائب وقوات متنوعة ومواهب الروح القدس حسب إرادته فلاحظ هاي الخدمة الرسولية كانت مؤيدة بالآيات التابعة شفناها في إنجيل مرقص في رسالة روميا في كورونتس الثانية في عبرانيين إصحاح 2 طبعا وهاي كلها تتأكدات إنه أي خدمة أي دعوة أي رسالة أي إرسالية جديدة دائما مصدقة بالآيات والقوات والعجائب أيضا ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل القصير ترجمة نانسي قنقر